بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة الخامسة إضغام المثلين ونبدأ بتعريف المثلين فنقول هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا وصفة وهذا الاتحاد في المخرج والصفة لا يكون إلا في الحرف مع نفسه كالميم مع الميم والباء مع الباء واللام مع اللام والكاف مع الكاف وقس على ذلك وينقسم إضغام المثلين إلى ثلاثة أقسام أي من ناحية حكمه فالقسم الأول إضغام المثلين الصغير وذلك بأن يكون الحرف الأول من الحرفين ساكنا والثاني متحركا فيضغم الأول بالثاني عند جميع القراء ويصبحان حرفا واحدا مشددا مثل اضرب بعصاك فجاءنا هنا الباء الأولى ساكنة والثانية مكسورة أضغمنا الباء الأولى في الثانية ونلفظها باءا مشددة اضرب بعصاك وكذلك لهم من جاءنا ميم ساكنة وبعدها ميم مكسورة أضغمت الميم الأولى في الثانية وقرأناها لهم من ويسمى هذا إضغام المثلين الصغير اثنان إضغام المثلين الكبير وذلك بأن يكون الحرفان متحركين فيسكن الأول ويضغم في الثاني عند السوسي بروايته عن أبي عمر البصري مثل لهم من جهنم مهاد فلاحظنا بقوله جهنم مهاد جاءنا ميم مفتوحة وبعدها ميم مكسورة فيسكن أو تسكن الميم الأولى وتضغم في الثانية ونقرأ جهنم مهاد وكذلك بقوله تعالى وكذب به قومك جاءنا باءان الباء الأولى مفتوحة والباء الثانية مكسورة فنسكن الباء الأولى وندغمها في الثانية ونقرأها وكذب به ثلاثة الإظهار المطلق وصورته أن يكون الحرفان متحرك فساكن أي أن الحرفين المتماثلين أولهما متحرك ثانيهما ساكن فلا إضغام فيهما عند جميع القراء مثل ما ننسخ فجاءنا نونان النون الأولى مفتوحة والنون الثانية ساكنة فنقرأها وكذلك في قوله ثم شققنا الأرض شقا فجاءنا قافان القاف الأولى مفتوحة والقاف الثانية ساكنة فلا إضغام فيهما عند جميع القراء والحمد لله رب العالمين